اشتركوا في القناة وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أعبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن سنن الله تعالى في خلقه أن جعل الحياة دائرة بين الشدة والفرج والضيق والسعى والحزن والسرور وأهل الإيمان هم الذين يكونون في هذه الأحوال كلها بين الصبر والشكر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ومن جميل أفعال الله تعالى أنه سبحانه يأتي بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر حيث يقول تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا ضاق الأمر التسع ولن يغلب عسر يسرين وليس بعد الشدة إلا الفرج ولا بعد العسر إلا اليسر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكر وإن مع العسر يسرى والمتأمل في سير الأنبياء عليهم السلام يجد هذا المعنى متجلية فهذا سيدنا يعقوب عليه السلام يفقد أحب أولاده إليه سيدنا يوسف عليه السلام ثم يفقد ابنه الثاني بعد سنين حتى فقد بصره من شدة بكائه وحزنه على فراق ولديه وبيضت عيناه من الحزن فهو قظيم غير أنه لم يفقد الأمل حيث قال كما حكى القرآن الكريم على لسانه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ويأتيه الفرج من الله عز وجل بعد الشدة والبلاء فيرد الله إليه بصره وولديه حيث يقول تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وقد نجى الله تعالى نبيه يونس عليه السلام من ظلمات البحر والليل وبطن الحوت فتحول العسر يسرا والضيق فرجا حيث يقول تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاسجبنا له ونجيناه من الغمم وكذلك ننجي المؤمنين ويرزق الله تعالى سيدنا زكريا عليه السلام بالولد بعدما كبرت سنه ورق عظمه وهزل لحمه واشتعل رأسه شيبة وأجاب دعاءه إذ دعاه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم مصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وخصورا وسيدا وخصورا ونبيا من الصالحين والمتدبر في نصوص الشريعة الإسلامية يجد أن الله عز وجل جعل للفرج أبوابا ومفاتيح منها لزوم التقوى واللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء وذكر الله سبحانه حيث يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويقول سبحانه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ويقول صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ما أجمل أن يديم الإنسان ذكر الله تعالى في حال الشدة والفرج وحال البلاء والعافية ولا يكون من الذين حذرنا القرآن الكريم من أفعالهم حيث نسوا ذكر الله تعالى حال العافية ولم يشكروا نعمة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى محذرا من أفعالهم وإذا مس الإنسان ضرد دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ويقول تعالى وإذا مس الناس ضرد دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ويقول سبحانه وإذا مسكم الضرد في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ويقول سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ويقول سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فهذه الآيات تصور أحوال الذين يتضرعون إلى الله تعالى بالدعاء عند البلاء والشدة فإذا كشف الله عنهم الضر ورفع عنهم البلاء عادوا إلى ما كانوا عليه من أحوالهم السيئة فما أحوجنا إلى شكر نعم الله عز وجل عند الرخاء والصبر عند البلاء والابتلاء وإدامة ذكره سبحانه في الصراء والضراء حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر الدعاء في الرخاء ويقول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويقول سيدنا أبو الضرداء رضي الله عنه أدعو الله يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك اللهم فرج هم كل مهموم وارزقنا شكر نعمك وألائك ترجمة نانسي قنقر